مرحبا بكم في مكسانتي برو وعلى التغيرات المناخية لكن نحكيه بشكل كيف على تأثيراته على صحتنا يقولوا ارتفاع درجات الحرارة الجفاف تلوث لهوي هذا الكل عنده انعكاس على صحة الانسان شيء اللي يطلب استراتيجية يطلب خدمة يطلب مجهودات وطنية ومجهودات من المجتمع المدني كيف كيف للتصدي للتغيرات المناخية والانعكاستها على صحة الانسان هذا نحكيه فيه مع ضيفتي فرحان انه ترافقني على كامل البرنيمج اليوم مادم ايميل المبروك باكير فونداتريسة للأسساسيان سانتي وانفيرنمان كانت رئيسة الجمعية هذية ايليس او سي رسپنسابل دينوفاشون تكنيكو پيداجوجيك في كوليت الطبي سفيقس مادم ايميل مرحبه هلا وسهلا لي خليك مرحبه بيك ومرحبه بكل مستمعين اكسبرسافام وشكرا على الاستضافة شكرا لك انت مرسي على قبولك دعوتنا حاجة تفرحنا برشا اليوم نوضوع الحقيقة في غاية من الاهمية واليوم يمكن ان نقلو تغير مناخي ونقلو صحة الانسان اسكو الموضوع هذية قاعد يحظى بالاهتمام الكيفي معناتها اسكو اليوم الموضوع هذية تكلمت عليه لو ايميس منظمة العالمية للصحة اكيد موضوع هذية هو الموضوع السعة والموضوع عالمي تكلمت عليه المنظمة العالمية للصحة من ناحية الحماية ومن ناحية كيفية العمل لتعزيز القدرات في مجال الصحة لانه هذية اخطر يهدد الصحة العمومية كنرجع شوية لنقولو المناخ الارتفاع السنان معدل السنوي نسبة الحرارة ونسبة كليك عشناه وقسين نعوش فيه معتها الصباح تلبس اشتاء بعد تلبس صيف وبعد العسية اشتاء هو التوحانيا معتها حسب الارقام بين ستاشة وعشرين درجة اللي هو ارتفاع المعدل العادي نحكي في تونس مقارنتان مثلا بأي بسنين الفيتاء الفيتاء عشرة سنين تالي تقريبا عشرة سنين عشرة سنين تالي ثمانية سنين سيسا واللي هو مش يتزيد المعدل الهذية بواحد فلس ثمانية درجة الى غاية الفين وخمسين النتائج متاحة نجم متديد حكيت عليهم في البداية هي شح الماء تلوث الهواء وكذلك حاجة مهمة اللي قاتتين نشوفوا فيها اللي هي الفيضانات والحرائق نتيجة لهذا الاحتباس الحراري على مستوى الكرة الارضية ككل معناتها نعيشوها مش كان في تونس معتها على مستوى عالمي هو جستما بش نحكيه على تونس لكن حبيت نبدأ بالعالم على خاطر منيش معزولين على العالم وظهر للتغير المناخي هذية يمس العالم الكل دونك لنعكاسات تمتعوا على الصحة بش نحكيه عليها بعض شوية وبش نقوله شنية جستما التأثيرات على صحتنا لكن اللي هو يميس مثلا اليوم شو نتقول على الشانجمان كليماتيك ولا لشانجمان كليماتيك ونحكيه على الصحة هي في حد ذاتها كمتنجمش نبعدو على الصحة والبيئة ديو مربوطة بعضها والمنظمة الصحة العالمية هي تعمل بتوازي مع المسؤولين اللي يختموا على مستوى المناخ وعلى مستوى التغيرات المناخية ولذلك احنا كنقولو التغيرات المناخية نقولو الصحة في خطر مستويك يشوفوا الفيضانات وحنا عاشناها في مناطق وشوفناها منهم الأجوار في ليبيا ولا شوفناها قبل في تونس في شيرة نابل اللي هي تجيء عرضية معتها مجيش ما تكونش موجودة معتها للأعلام ولذلك هي تنبه على خطر كيصيروا الكوارث هذوما على مستوى الحرائق ولا على مستوى الفيضانات تكثر النوعية متاع الجرثومية تكثر وتتكثر وتتسارع في التنقل متاحها اللي عاشناه هذا في البريود متاع كوفيد اللي هو معتها كارثة صحية على مستوى عالمي هذي اللي عاشناه والأرقام تزايدت على مستوى زاد الوفيات في الوحفة جسما شنو عنا أرقام شنو عنا مؤشرات شنو عنا اللي يهموا العالم ويهموا تونس في علاقة بتعير المناخية وصحة الأنسان الأرقام على مستوى العالم موجودة هي تجاه منشورة اللي هي ممكن يقيمها على مستوى الوفيات وعلى مستوى كثرة أمراض القلب اللي هي كالسين نشوفوا فيها حتى في في معدل صغير من العمر في شريحة عمرية صغيرة والأمراض الجرثومية الرئوية وهذو ما اللي يشوفوا فيهم ويباشروا فيهم الأطباء في المستشفيات حتى على مستوى رهو كنقوله وطني وعالمي خطر ما هيش تونس معزولة كما قلت بش نأكد قولك على مستوى العالمي إذيك علاش فما تشارك في الأبحاث تشارك في الرأي وكذلك تطوير على مستوى نقوله الأدوية هذي لكن المنظمة العالمية الصحة تدعو إلى إرساء استراتيجية دولية لتعزيز هذا التعامل الصحي كنقوله وحنا الصحة أكيد هي تمشي على مستوى وكذلك مع تهلي حماية الصحة بالنفس للمسنين بالنسبة للحوامل بالنسبة على مستوى التنمية المستدامة الصغيرات اللي هما اللي هما مش يواصلوا حتى على مستوى كيفية التعامل مع هذه الأمور الطبيعية اللي تفرحنا نس كل ولاد الطفل كفاية حماية الأم وطفل هذو ما كيفية حماية النسل هذي اللي باللي وعشنا احنا البروز بتاع البوفيد عذيك لوفاكسن وفما عديد المدن كانت متسرعة لي إيجاد حل وذلك تحت شابو تحت نظمة العالمية للصحة بش نزيدو نفسروا جستمان معنتها كيفيش يشكل تغير المناخ تهديد على صحة الانسان وانا الوطن في كامل البرنامج لكن مدام اميل معتا نتذكرتو مثلا مشكل القلب مشكل الرويري معتا اليوم برشة نيس يقول لك والله يقعدين نحسو في برشة معتا كثرو لزا برشة معنتها لبس علي وصحته جيدة ويلا يو برشة كاردياك هل يوم نراجح هذي لعوام المناخ ومعتا فما ديز اتود كي بروف اللي دو منيخ سيانتفك تغير المناخ قاعد يتسبب في هالمشاكل الصحي اللي كنا نذكر فيها هي الارقام تزايدة في الامراض القلب ولا في امراض الرئوية والامراض الجرثومية معتا متزايدة الابحاث موجودة لكن مايش موجودة عن مستوى عالمية موجودة وانك تعرف انت على مستوى وطني مايش كالسين شوفوا فيها حتى كنربطوا ما بين الصحة والبيئة مايش موجودة برشا كفكرة حطروا نتعاملوا مع البيئة بعيدة يزول مايش قاعدين يمكن معنيها جزء ما انا اول موضوع سألته ولا او السؤال سألته هو عملت المنظمة العالمية الصحة الربط هذية بين المشاكل البيئية والمشاكل الصحية هي في منشوراتها ربطت ما بينتهم على خطر هيك نقوله ارتفاع الحرارة في ارتفاع الحرارة هنالك مشاكل على المستوى اللي نقوله المستوى الرئوية وكذلك هي جالسة تشوف في الارقام اللي الارقام تزيدت في البحوث وليذلك هي الرابط اللي هي وفهمة مشكل والمشكل هذية هو خطر نقوله الصحة العمومية معتها هذي اللي موجود في منشوراتها وقليناه وتابعناه الربط انا نعطي مثلا متاع متاع كلية الطب بصفاقص حصل للشرف اللي احنا سنة خمسة طب اول كلية بدأت نحكيه مع ميدان الطب على التغيرات المناخية وعلى الانفيرونمون ايه خطر المناخ الانفيرونمون يتبدل من مكان الاخر احنا كلي نعيش تعيش المطر في تونس عنا شح الماء في صفاقص وفي الجنوب بصفة عامة وعنا الرياح بصفة معتها كي نقوله موسمية اللي فيها تعمل الاليرجي واللي واللي تونس مش موجود نفس المناخ نقاوة في اجوارنا ولا على مستوى عنده مشاكل اخرى ذلك المشاكل البيئية متنوعة ولذلك الامراض معناتها كل بلاد عندها الخصوصية متحة افكتباً افكتباً تغيرات المناخية اليوم في تونس بما انو كما قلت انت كل بلايد ولي سبيسيفي سيتم تاحا شنو ما اليوم مع تليب انفيرون منتو اللي عنا في تونس وإس كمثبت علمياً انها اثرت على صحتنا وشنية الامراض والمشاكل الصحية اللي ظهرت بسبب التغيرات المناخية الاحتباس الحراري اللي هي احنا الموسم اللي نعيشوا فيه في تونس وصيفة عامة مش كيمة المواسم الفيتا معتها الموسم احنا نعيش وصيف وشتا معاش عنا الفصول معتها خريف وشتا وربيع معاش نعيش هذي احنا نعيش الاربع فصول في جمعة واللينا اي اذاك فما تولي موجود الجفاف وتلوث الهواء معاش فما الطبيعة معاش تخدم النوعية عندها الوقت بش وقت فما الامطر وقت فما الربيع واللي تفهم تسار على مستوى التغير المناخية بش تأثر اكيد بصيفة مباشرة على نوعية الانتاج الفلاحي كنقول وحنا ولذلك اول ما تبدأ الصحة تبدأ بالتغذية ولذين عايشينه اللي هو صحتك في صحنك في التغذية مش كون صحيا متوازن يلزمك تلقى الالوان الكل في صحن بتاعك والفواكه في وقتها مش فيك هل مش ناكلوها بال بخدوية بيولوجيك مش كما اللي هي ناتورال اللي هي تنمو بصيفة الطبيعية كما عاشوه جدودنا كما عاشنا وحنا في فترة معاينة تشم ريحة الخخة تشم ريحة المشماشة تاك اللي عنب في وقته تاك اللي فريز في وقته هذو ما خطر التغذية تتنوع والتغذية كتولي ما هيش موسمية متعادلة بصيفة طبيعية مش تولي تعمل الربو او نقولو لا ليرجيب شو نكونو الصغير والصغير والكبير اللي هي الحساسية هذو ما من المؤشرات التغيرات المناخية على صحة الانسان اللي هي تبدأ من التغذية بتاعه هذي هذي قبل ما نوصل معتها انسان يبدأ نهارو ما شو معدل معتها بين الصخانة والبرد واستغيس اللي هو نعيش وفيه بصيفة يومية فما مؤشرات اللي هي تكلمت عليهم منظمة الصحة العالمية اللي هي معتها ماليكليبر بسيكولوجيك كنقولو سوسيو بسيكولوجيك باش ما ندخلوش في الأمراض العصبية في حد ذاتها نتبسم على خاطر جستما وما حكينيش عليها في النقطة هذية دونك لابي إفوكي على خاطر حاجة إفيدان معتها اليوم فما نتخسنتي منتال الصحة النفسية اليوم زيدة كيف كيف مهد بسبب لشانجمان كليماتيك صرتو التونسي عايش وحب ديما فما شميسة وفما البحر وفما المطر فما ديزيكي ليبر لاغ مش يقع في الأمور النفسية اللي ممكن قولو بسيكوسوسيال فما تغيرات قاسي عايشها مش فهمها وفيها عندها تأثير كبير على الحالة النفسية متاع الإنسان بصفة عامة وهذية أكدتو الدراسات العلمية أخيرا ومعطا حتى والنوعية متاع الأمراض في البعض النفسي طورت شوية كأعدد ولذلك احنا ننصح وتنصح زيدا المنظمة الصحة العالمية بتحسين التعايش اليومي اللي هو أوقات العمل ما يكونوش في ضغط حتى الأخر النهار بش يتنج بتلقى اللي كيليبر في أخر النهار بش تعمل سبور بش تعمل لغنى بش تقرأ تخطحة على طرف شمي صح وكيليبر وبرش بش نراح تغير المناخ ما حاجة بدنا بها مدام ميل وحنا نحكيو على المشاكل الصحية حكيت أنت على التغذية التغذية هذي يمكن يقول لك صحيحة مبكرة. في عمار مبكرة. اه اللي هو الانيمي ولا ربي فرج عالنس كليكا. معتها الارقام كثرت. بصراحة. هي من نوعية التغذية. يعني نرجو حتى للسرطانات. نرجو حتى للسرطانات من نوعية التغذية. كنقولوا واحنا شح في الماء تغيرات مناخية. نقولوا الانتاج الفلاحي ما عاش متنوع. وما عاش نسعى وما عاش تقه بيولوجي. ولذلك ديما ننطلقوا اول انطلاق خلا ريفرج عالنس كليكا. الصحة الانسان هي في التغذية بتاعه. والجسم السليم. في العقل السليم. في العقل السليم. اه. هذك عليش احنا كنغذر الانسان ككل. والانسان في المحيط بتاعه. ما تنجمش تخرجه من بتاعه وتحكي عليه اللي هو صحيا متوازن. يعني عليش احنا نرجع ونأكده من خلال الاعمال اللي في الجامعية صحة وبيئة. هو العمل هي الربط بين نوعية الحياة وجودة الحياة. بنحكي عليه حتى في في التنمية المستدامة على مستوى على مستوى التعليم على مستوى في الرياضة ولا على مستوى الحس الفني اللي احنا بعدنا عليه شوية اه من من الضغط متاع العمل وكذلك الضغط اللي نعيش فيه توه على مستوى العالمي اللي هو الخوف من المرض. احنا نقولو نحاولو نكونو اه متعادلين مت متوازنين في حياتنا وباش ما نخافوش رب المرض. مدام الميل احنا مزلنا الجزء الثاني من من البرنامج اللي فيه بشو نحكيه على التوصيات اليوم اه اسكو فما اه خطط فما استراتيجية فما عمل جزتما على الحد من التغير المناخ اللي عليه انعكاس على صحتنا وفاو نبالي هذي بعد شوية لكن بما انك ذكرت الجامعية ايو زيت لفندات خيز دور اسوسياشون سنتي ينفرونما وكنت زيدا رئيسة هال هالجامعية دون نخليك تقدم هيدي شوية ونعطيه فكرة على الدور اللي تلعبو في علاقة بموضوعنا دونك التغيرات المناخية وصن امباكت على صحتنا. شكرا ريم الجامعية عمرها اثناشين عام هي متكونة كجمعية ونقوله ان شاء الله كفكرة واحنا الجمعية هذي ربطنا بين الصحة والبيئة الصحة دي ما نقول لهم راهم وش المرض الصحة تكون انتي في صحتك اه بصفة سليمة رياضي في عقلك اه قلبك كبير تغذية متاعك متوازنة وكذلك اه تعطي المحبة للناس الاخرين هذي هذي الركائز ركائز الجامعية هو العمل كاصدقاء من اجل الحياة وحياته تكون اه متوازنة اه كيفاش اه حبينا نجسدها اللي هو العمل اه على المستوى العائلة اولا نحنا كنا كل اه كل معبر ولا كل موجود في الجامعية مش وحده هو راجل صغيراته وكان هكا امه كان هكا قريبه ولا صاحبته علاش باش احنا هذو مع العمل التطوعي يكون اه يكون متقاسم ويكون زادة كبذرة معتها نغرسوها في الصغيرات هذي حاجة نشتغل كذلك على تعزيز اه البحث العلمي واحنا فخورين بشاركتنا مع كلية الطب اسفاقص وشاركتنا مع جماعة اسفاقص اللي اه كانت الفكرة مع الاصدقاء اه اسسنا عاوننا وكنا من مؤسسي اه الماجستير البحث العلمي في الصحة والبيئة وهو كماجستير اولي يربط بين المهندس ويربط بين الطبيب وهذا ويربط بين جميع الاطراف نكون وزادة لجماعة البوزار الفكرة اه بين الفن وجميع العلوم كانوا موجودين في اه وسميناه افريقيا على خطرنا احنا الخصوصية متاع افريقيا ما هيش بدان اوروبية على مستوى الصحة والمناخ هذهم اللي احنا نفتخروا بهم وكذلك اربطنا مع التغيرات المناخية هو تطوير دور المرأة على مستوى الهذا الهذا الحس اه دون الكادر دو ترانزيسيون انرجيتيك اه مع تكيفاش تتهيأ المرأة على مستوى تكون اه تكون اه يقول سافرة سافرة الصحة وكذلك اله في مستوى البيئة على الينرجي في ودان تغيرات المناخية اه اه وادعبنا كان المشروع ناجح على مستوى كفكرة اللي هو سافرات اه الصحة والبيئة في اه يقولوا في اسفاقص اللي كان هذا مشروع مع منظمة دولية واطرنا وكونا خمسين مرأة اللي هما المرأة الدار المرأة اللي في في العمل السياسي وكذلك المرأة طبيبة والمرأة المسؤولة في موقعها كمسؤولة على مستوى كانوا في الجامعة ولا كان كتكون استاذة مؤطرة وكان هذا اله تويجة تويجة بجائزة الفكرة الاولى على مستوى المغاربي من اله من نجم اقول من زملاء او رفعتنا هذي كام دوك خدمة كبيرة اه قادة تصير انا بعد شوية نحب نعرف اه اذا كان فما تشارك وفما كو معا السلاط المعنيه اليوم معنتها اه فمش كيل وزارة الصحة كي نحكيو على الموضوع هذي هل تتعاملوا مع السلطة الرسمية هل تفهم خدمة بشكل جدي على الموضوع هذي بش نحكي وزيد على الصعيد الفردي ودور الفرد اليوم في أنه كل واحد يكون مسؤول على خاطر مسؤولين على صحتنا مسؤولين زيد على البيئة والمحيط ونجموا بجزة سامبل في حياتنا كل يوم نجموا زيدا كيف نخموا معنتها في الشانجمات الكليماتيك واليوم لازم نبخز وليزم خدمة بش نحكيو على هل أنه فما يمستراتيجي ناسيونال اليوم للتصديل تغيرت المناخية ونعكسها على صحة الانسان هذي الكل كشنا سلو حديث فيه في مكسانتي برو لإميسيون متواصلة حتى للخمسة على إكسبرس أفهم مدكر بضيفتي مدام أميل مبروك باكير فنداتريس دلأسوشياشون سانتي وانفيرنمان ورسبنسابل دينوماسيون تكنيكو وبيداجوجيك في كليه تطبي سفيقس تواصل معنا وتقعدوا معنا حتى للخمسة في الجوزة ثاني من مكسانتي برو لإميسيون سانتي دلأسوشيان في موضوعنا اليوم نحكيو على التغيرات المناخية ولإمكت المتحة على صحتنا بعد لحظات موعدكم مع أخبار لاربع ونص ورجعين مواصلين في مكسانتي برو حتى للخمسة مكسانتي برو مكسانتي برو نرجع معكم نواصل رفقكم حتى للخمسة على إكسPRESS FM في موضوع اليوم موضوعنا يهم التغيرات المناخية وإنعكيسها على صحتنا نحكيو في الموضوع مع ضيفتي مدام أميل مبروك باكير fondatrice de l'association santé et environnement responsable d'innovation technico-pédagogيك في كليه تطبي سفيقس مدام أميل نعود رحبك شكرا لك مرسي لجيت بحدينا حكينا شوية على أهمية الموضوع التي تتكلم عليه المنظمة العالمية للصحة اليوم عنا ديز اندكاتور يهموا تونس والعالم بما أنو لشانجمات كليماتي يهم العالم الكل كيفيش يشكل تغير المناخ تهديد على صحة الانسان حكينا حتى على سور لانترم ودمانيار اندريكت إذا كان الوضع بشيزديد سوء وإذا كان مناش يمكن بش نيخذو المنضوع بالجدية الليزمة تنجم تتفيق من شكل صحي أخرى هيدا الكل نحكيو فيه وبطبيعة قدمنا الاسوسياشون سانتي واندورة اللي تلعبوه دانسو سانس بش نيخذ كمثال سفيقس وانتي جيتنا من سفيقس مدام أميل بش الناس بغيما تكون عندها الوعي الليزم بأهمية المنضوع هيدا دونك كي نحكيو على سفيقس ونيخذو كمثال فترة الأزمة اللي عشتوها مشكلة تراكم النفايات كان هذي على الصحة وبتتخذك ما تشافش في الوقت لكن بتتختوى وين بدت تظهر المشاكل جستما شكرا لذكر سفيقس وسفيقس هي مدينة اقتصادية سياحية اقتصادية وكذلك يهمنا تكون البيئة متاحة سليمة لأنها بلاد يحلو فيها العيش هي مدينة يحلف فيها العيش هي مدينة على الضفاف البحر وعشنا لتفاقم النفايات على الضفاف البحر في فترة معينة واللي هي تهم راهي ولاية سفاقس الكل أقولوش سفاقس المدينة وهذه الاشكالية اللي تحو فيها الناس راهي سفاقس سفاقس ولاية سفاقس ككل نتعايشوا فيها الناس كل مع بعضنا وكل واحد مسؤول على نظافة المدينة صحيح كانت الأزمة النفايات أزمة كبيرة تعاملنا فيها الناس كل مع بعضنا بوعي ومن خلال المجموعة علمياً كانتنا داخلة فيها مداخلات على مستوى علمي وكذلك كان التعامل بسلاسة معناتها ما مشناش طورنا إلى فما كنقولو احنا الحوار الاجتماعي والحوار المسؤول أكيد اللي شفناه مكانشو شوية كانت تركمات بالأطنين والحلول حد الآن ما زالت عندنا مشكلة النفايات في سفاقس لكن نقصد شوية اللي نشوفوها على المرأة العين لكن ديما المشكلة موجودة حتى كنا في تعامل مع الوكال الوطنية للتصرف في النفايات في دعم الوعي لنقولو كومبوستاج ولا نقولو التريسيلكتيف كوعي لره المواطن واعي من هذه الناحية ولكن ديما نستنعو في المجهودات الدولة باش احنا نكملو نخدمو معاها بكل شفافية هذي اللي احنا شنوة كانت لريبركوسيون تعال الأزمة هذيكة والمشكلة هذيكة على الصحة كانت لها دي كونسيقانس كانت دي كونسيقانس خاطر نشوفو اللي هما فما نوع من الجراثيم اللي هما موجودة حاليا وكذلك فما أمراض على مستوى الرب والحساسية للصغيرات خاطر احنا كنت عداو وانا كجامعية نشوف البوبالات قدام المدارس بصيفة متراكمة وحنا الصغير نقولولو النظيفة من الإيمان مش يلقى مش يلعب ومش يلعب تعرف المدارس كلهم ما فيهاش حدائق كلهم سطحة بالواحد مش يلقى روحوا يستنى ويرعب بحث الزبلة هناك فما حساسية فما على مستوى الأمراض الجلدية اللي هو لاحظناهم وكذلك على أمراض التنفس الرئوي الرئوي في داعيات اقتصادية على مستوى ميزانية الصحة هذي اللي والنجمة حتى نزيدوا نفسرها الفكرة هذي كيفيش كنقولو احنا كتمشي وتوو الأرقام تزيد وتنشوفو فيها على خاطر احنا المادة الأولين نجيبوها من البرة بالعملة الصعبة كنقولو احنا مش نعملو سكانير السكانير تتراوح بين 350 و450 وما أزيد كنشد كلي ياخذ إنسان في اللي عمل 2 سكانير في العام ساكون اللي هي فما تغطية صحية من طرف الدولة الدولة قاسة تساهم في على مستوى الاقتصاد الصحي موجود وكذلك نقولو نقولو مرض نقولو أدوية الدواء نجيبو فيه بالعملة الصعبة ولذلك فما فما اكسي كنا قال اما خير احنا نمشيو للتثقيف الصحي نمشيو للوقاية خير ما نكونو احنا على مستوى ولن نخسر العبدك انسان اللي هو اكتيف يكون في الدومان بتاعه وثانيا هنالك خسارة كبيرة على مستوى الاقتصاد الصحي جستما انتي قلت هيت نمشيو للحلول وهيت ندخلو في الفولي هذي هسك اليوم دجا متوما كجمعية ولا متوما معانتها معانيها بحكم الاهتمام اللي عاتينو للمنظور هذي وتخدموا عليه فما شراكة فما كولابوراشون فما تنسيق مع سولة المعنية سولة الرسمية فما خدمة يستشيروكم بتاتر هسك فما نستراتيجي ناشنال هسك فما عمل على توفير اليت خطط اللي ايجيت حال ولا pour ما للميتي لدگا شكرا شوال ذكي نحب نقول اللي نجد نذكر اللي تحية من هنا للاصدقاء المؤسسين الجامعية لغلبية كلهم أطباء وطبيبات معدها اللي هما أساذا جامعين هذا اللي هما نلقاه عندهم دعم على مستوى تعزيز التطبيقات العلمية وتعزيز التكوين ما نتعرف معدها فما تكوين علمي على مستوى كلية الطب اللي هما يقرروا مشكان في كلية الطب في كلية أخرى في تونس وخارج تونس ونوجه لهم التحية لذلك فما عمل دؤوب على مستوى التوعية على مستوى المنشورات وكذلك على مستوى القيام بي نقول وإحنا نقرب برشا للمواطن من خلال العمل ما نحبش نسميها قوافل صحية ما نقول هو قوافل على مستوى العمق خاطر إحنا نفتقر برشا في الأرياف وفي مناطق معينة التغطية الصحية نسعى بيش الدولة تكون الهو هذي ما بين الهو الحادة بين الحق في الصحة في مجال الصحة نسعى بيش نكونوا موجودين وفي على المستوى هذا على مستوى التوعية الربط ما بينتهم كيفش ما بينتهم كيفش قاعدين تخدموا علي احنا نخدموا مع اليجان اليجان اللي هما من كشافة وكذلك الطلبة اللي موجودين معنا ومشكورين من شباب قسين نتنقلوا كنعملوا من قلوش القافلة صحية نقولوا التوعوية اللي هي نعملوا معها كذلك تحسيس على مستوى التغيرات المناخية اللي علش خاطر بيش نعاونوا في هذيك النقل في الترانزيسيون الانيرجيتيك المستوى الوعي الشباب احنا كنا بدون نخدموا نخدموا معهم باريحية تحسهم متقبلين وتحسهم زادة يضيفون هما برشا إضافات على مستوى الاختراع العلمي اللي نلقاوه موجود في الأبحاث امتح هذي المسنه وفرحاني نبارش على خاطر له كادر كله كادر ما يقول لك أساذ الجامعيين هذا القرب كي نقول لك أنا عملنا ملتقيات في قليبيا كي ما عملنا ملتقيات في نويل كي ما عملنا ملتقيات في مدنين كي ما عملنا ملتقيات في هالمنضوع هذي وإلا اسكترا اللي فما مجهودات تبدل فيها وزارة الصحة أكيد وزارة الصحة هي الأمن العمومي للناس كلي كي ستتبذل في مجهودات ما احنا يحب ذا لو كانت تكون بكثر شفافية خطر نعرف العمل صعيب في الوقت الحالي مع التغيرات المناخية يحب ذا لو كانت تزيد تدعم هذا التشارك على مستوى الجامعيات وغير الجامعيات وعمل خاصة التشارك في مستوى الأبحاث العلمية هذا اللي نأمل لي طالبوا به علش على خاطر بلي إرساء استراتيجية تكون فعلة استراتيجية على مستوى المادة البعيد كي نقول لك أنا نرجع نذكره للإحتباس الحراري مش يتجاوز مش يتزيد علي عنا في 2050 العمل والمسؤولية الجامعية أكيد معناتها مع بعضنا والمسؤولية الفردية زيدا كل وحد فينا عنده دوره مسؤول ومعطي أكيد كل واحد أول حاجة تنطلق الصحة من الشخص في حد ذاته اللي هو حافظ على روحه يمارس الرياضة ينقص التدخين خاصة يحب ذا لو كان من منبر هذا نحب وزارة الصحة تكون موجودة في الفضاءات اللي يكثر فيهم التدخين يحب ذلك أن نوصل الجامعة متاعنا ما غير تدخين والفضاءات اللي هما الجامعية نقوا فيها ساعات نساء حوامل وصغيرات يضروا من العمل التدخين نقوله تعيرات مناخية وصخانة وزيد التدخين في فضاءات مغلقة هي كان مش تكون عندها تداعيات على الاقتصاد الصحي والتداعيات على الانسان بصفة مباشرة اللي هو في علاقة بالغي شوف موكليماتيك في علاقة بالغي شوف موكليماتيك لابد نكون هناك كنقوله وحنا ديسبوت ولا لدعم الثقافة هذي خطرته مش يجي الصيف مش حلو الكليماتيزور بذات فما على مستوى الأمراض اللي نشوفوها اللي الحساسية ولا الأمراض الصدرية ولا صرتو ضربة الشمس معتها فما تكون ومضات تثقيفية مش تتبدل العادات بتاعنا نقوم الصباح بكري نقضيو قضيتنا صباح بكري وتحية لأهالينا في الجنوب هذي جسين معمول في الصيف في الصخنة متلقاهم شي متصخنة قام يقوموا صباح بكري يكملوا نشاطهم في الليل احنا مش نوصلوا على التغيرات المناخية لذلك مش يكون عليهم النظر في أوقات العمل هذي اللي بد منه وليان شو كيقولوا استراتيجية راي تكون استراتيجية شاملة على مستوى العمل على مستوى البيئة اللي هي في اللقم مش تعطينا صحة جيدة وكي حكينا جزما على دور الفرد اليوم كي نحكي وغشوف ماتليماتيك نحكي ونحكي ومعناها تبذير طاقي نحكي كل مربوط ببعض ومعنا اليوم كيفيش كي اليوم نطرحو موضوع بالأهمية هذية ونحكي على معناة التغير المناخ في عليقى بصحتنا كيفيش اليوم كل وحد فينا من من موقع وفي كيفيش نجمو نحافظو على على الانورنمنتر نا فينالما بي كنقولو دي جيست سمبل الي هو الاقتصاد المائي خطر الماء أساس الحيات هذية لولا نحافظو على صحتنا ناكلو تغذية متوازنة مش نشريو الماء ولا حاجة يكال الدكتيف يكال التغذية اللي هي نبدأ ونبالي نقرأ وشفوستا سيرتو نقرأ ودات على خاطر راهو اللي موجودة اللي هي الدات بشانجمان كليماتيك الكاليت متعلق تتبدل ولا بالور نوتريتف كيف كيف نقعدو في أماكن اللي هي انضيفة على مستوى الهواء ونحاولو نعملو نعود نرجع ونأكد على الاكتف تسبرتف على الرياضة والرياضة في مناطق نظيفة وفي في أوقات بعيدة على الأوقات الضروعة متاع الشمس هذن والحويس والتغذية لازم نرد بيننا لازمها احنا نساهمو فيها واحنا نحافظ عليها ونحافظو كنقولو على الكبير والصغير خاطر خصصية المسن مايش خصصية الطفل الصغير مايش خصصية المرأة الحامل مايش خصصية المريض عندهم الأمراض مزمنة اللي هو تنقيس الملح وغيره 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 جميع هذه النصائح نجمو نلقاوهم الآن شكرا للميديا سوسيوب شكرا العالميين اللي قدسين يدعموا كذلك في التفقيف الصحي البيئي كفريم وغيرها مشكورين شكرا اللي أنت تترقت للموضوع شكرا حتى الدولة مسؤولة حتى في التخطيط العمراني معنات حتى في لزم تعمل التخطيط بتاعها تحط في تحط في في استراتيجية بتاعها اللي هو فهم مع عمرا المتلسق ومع عش كاليتين بتاع السيمين مش ندخلوا في مواضيع اخر شاء الله ما رجعين تترقولها الارشد والمباضات التفقيفية لابد منها كذلك يقولوا الأنصاف في المجال الصح خطراه وتو وإحنا بالتغيرات المناخية عاش يقول لك مربوطة كذلك بالنزوح والنزوح من الأماكن العباد مش تلقى روحها تعيش في وإحنا كسين نشوفوا فيه هذي النزوح الموجود والعمراني اللي هو مش نقل معاه معتها أمور جرثومية ولا أمور أخرى اللي احنا ما نعرفوه من نوع من الوباء اللي رب يعفين الناس كليك تكون موجودة في مناطق العمراني خطرها مكذة المال اللي هو مش يكون اللي كسين نلاحظه فيه شوي قص عليك الماء رجع الماء احنا في سفاقس دي جا عندنا مشكلة أكثر من جمعتين الماء مخصوص كيف 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 مخصوص نرجع نأكد خطر الماء هو كل شيء في حياة الإنسان مخصوص 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 وميكرو سيرين حتيت في الإخراج تقوى مديوني في الإخراج الرقمي نتلقى وجوده بروشان في مكسانتي برو من الأربعة حتى للخمسة على إكس بخصف ونقولكم متابعة طيبة بقبرة مجنة في رمين وبي باي مكسانتي برو